السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي مجددا على قناتكم البساطة مع عالم كريمة سعيدة بلقياكم كانتمنى انكم تشاهدوا هذا الفيديو انتم في احسن الاحوال الفيديو ديال اليوم ان شاء الله سنحضر معكم مخبيزات صغار يجيو رائعين نسمين بزيت الزيتون يجيو خفافين ويجيو هشاش وكذلك سهلين وسريعين تحضير كانتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوش الاشتراك والقناة باش نتعرف على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة بالنسبة للمقادير عندي كأس ديال الماء دافي وكذلك كأس ديال الحليب حتى هو يكون دافي وربع كأس ديال زيت زيتون ملعقة ديال سكر حبيبات ملعقة صغيرة ديال الملح ملعقة ديال الخامير الفورية وانخلطت العناصر جيدا بالنسبة للطقيق هنا عندي خمسمية قرم ديال طقيق ماء وعادي لخمسة ديال الكسن ديال العنبا وينضيف الطقيق تدريجيا نضيف دقيقة الدريجية نحصل على الخالط اللي بغيت نحصل على واحد العجينة اللي ما تكونش قاسحة وكذلك عجينة اللي ما تكونش تلتسق في اليادي عجينة اللي تكونها رطبة نضيف دريجية نطقيق كما رحطو حصلت على هات العجينة على هات الشكل هذي يعني دخلت ليها 500 قرام ديال دقيق يعني بالعبار يعني عبار بضبوط بالنسبة للكيسان خمسة ديال الكيسان ديال العنبة حصلت على هات العجينة على هات الشكل قوام ديالها يعني عجينة كما رحطو مش مش جارية وكذلك يعني مش يقاسحة عجينة اللي رطبة يعني ما حتجتش منها يعني بدون مجهود بدون يدلك كما رحطو معنا يعني غيج معنا العجينة فقط بدون ما ندلكوها وغادي ندينها هنا بقليل من الزيت وغادي نغطيها ونخليها تخمر بالنسبة للوقت هنا يخليتها 15 دقيقة بعد ما اختمرت لي العجينة والضعف الحجم ديالها كما رحطو وغادي نحاول أنني نخرج من هاتك الهواء وغادي نرش السطح العامة البقالي من الدقيق نحاول أنني نبسط العجينة ديالي على هات الشكل ونخرج من هاتك الهواء ونحاول أن ما يكونش السمك ديالها يعني ساميك وكذلك ما تكونش رقيقة السمك ديالها يكون سنتيم واحد فقط لأنه غادي تزيد الضعف وغادي يعني ضعف الحجب ديالها وغادي نجيب هات القطعة هاتي وغادي نخطع على شكل دوائر كما هو واضح في الصورة كما رحطو يعني ماشي عجينة يعني قطعتها ماشي غلايضة وبالنسبة للعجينة اللي بقاتتها هيا غادي نخليها في البلاستيك ونخليها ترتاح ونحاول تهيا نقررسها على هات الشكل وغادي نضحهم هنا في صينيا اللي غادي ندخلها للفران وبالنسبة للعجينة اللي خليتها عندها يخليتها ارتاحة وغادي نحاول نسترحها كما اللولى وبعد ما قررسهم كاملين يعني راكم تشوفوا غادي نخليهم هنا كذلك يرتاحوا مدة 15 دقيقة نغطيوهم طبعا ما غا يحتاجوش الوقت بالزافحة 15 دقيقة فقط بعد ما ارتحت ليالعجينة كما قطلاحظوا الضعف الحجم ديالها غادي نحاول انني نوضع فيها توقوب على هات الشكل والفران دي جراني ننشعلها على 180 درجة وغادي ندخل لهم الفران يعني يتحمرهم من التحت ونهبطهم من التحت كذلك يعني يتحمرهم من الفوق من وجه ديالهم بعد ما يعني طابوا راكم تشوفوا الشكل النهائي ديالهم شتوك يجاو صراحة جو رائعين جو محمرين وجو رطبين وغادي نقطع معاكم باش شوفوا من الداخل كيجاو صراحة يمكنكم تستعملوا مكسون ضويشات هكالالوليدات ممكن لكم تستعملهم الفطور الصباح او كذلك الغداء كيجو خمفاف كما لاحظوا في الصورة كنتمنى ان الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم ولاعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد ولايك الفيديو اكيد بارتاج مع الاهل والاصدقاء كي تعمل فائدة والى اللقاء ان شاء الله مع فيديو اخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة